كيف تتابعون ما يخرج من القاهرة حول المفاضات والمباحثات التي تدار الآن بشأن التوصل إلى صفقة ما بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة حماس والجانب الإسرائيلي السؤال هنا هل نحن نقترب أم ما زالت هناك عقبات ربما تعيق التوصل إلى تفاهمات تحياتي أستاذ صلاح لك ولجميع المشاهدين الكرام طبعا جهود مصر وقطر مقدرة وهذا ليس على لساني بل على لسان فصائل مقاومة على رأسهم حماس التي تقول بأن جهود مصر كبيرة جدا بالضغط لإنجاز هذه الصفقة ولا ننسى بأن هذه الصفقة كانت رغبة أمريكية فرنسية ولديها أهداف تحققها أيضا الدول العربية وهي مصلحة فلسطينية وإسرائيلية بامتياز ولكن نريد أن نتذكر أستاذ صلاح بأن نتنياه لم يستطع ابتلاع الصفقة من البداية وطالما هو قام بوضع العراقيل باتجاه الوفد المفاوض بالصفقة سابقا نريد أن نذكر بأنه في البداية منع من الحديث والزمه الصمت في البداية ولكن أيضا أخرج ورقة لقلب صالبة المفاوضات وأيضا وضع العراقيل عديدة مرات ومرات حتى هذا اليوم هو يضع العراقيل نتذكر بأن هذه الصفقة تأتي في ظل حمى الانتخابات الأمريكية وفي ظل صورة الجامعات الأوروبية والأمريكية ضاغطة جدا بالنسبة للانتخابات تضغط على الإدارة الأمريكية لذلك هي تريد إنجاز هذه الصفقة قبل أكثر من الوقت السابق وتضغط على إسرائيل ولكن سيد أحمد ما الذي نفهمه بما جاء في صحيفة يدعوت أحرانوتا الإسرائيلية والتي نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية بأن إسرائيل بازالت لم تحسم موقفها بشأن وفد التفاوض الذي سوف يسافر للقاهرة وأن هذا الوفد مرهون برد حركة حماس الإيجابي يعني ذهابوا للقاهرة مرهون برد حركة حماس الإيجابي أولا حماس ردها دائما إيجابي وأبدأت المرونة هذا على لسان الوفد الإسرائيلي من المساد والشباك نفسه وأيضا مصر قبل قليل مراسلكم قال بأن المساد موجود على طاولة المفاوضات إذن إسرائيل موجودة ولكن هي تريد أن تتعزز والنيتنياه يريد أن يتعزز ويرسل رسائل لحماس سلبية في ظل أنه يريد رد إيجابي من حماس وهذا هو التناقب هو يقول بهذا الاتجاه بأنه لا يوجد اتفاق ولن يرتبط هذه الودنة بوقف الحرب وأنه ماضي في معركة رفع كأنه يقول فجروا طاولة المفاوضات ولا نريد مفاوضات ويريد أن يرضي اليمين المتطرف حتى يبقى بالحكومة لا ننسى أن السكين عرقبة نيتنياه من سموتريتش وبنيكفير الذين لا يريدوا هذه الصفقة وحددوا بالإطاحة بالحكومة وبالتالي بالاستقالة وهذا خطر على نيتنياه نفسه هو يركص على حرفة الهوية لا يريد أن يعطي رد إيجابي وأيضا هذا من تكتيك المفاوضات حتى يأخذ أكبر قدر من التنازلات من قبل فصائل المقاومة فهو كأنه لا يريد أن يتجاوب مع الوجود الإسرائيلي في الوفد وهذا أكثر من مرة قام بممارسته ولكن حسب اعتقادي أن الإدارة الأمريكية لديها القدرة الآن للضغط عليه لأنها تتضرر مصالحها الخاصة وجربنا ذلك في موضوع ملف إيران حينما ضغطت على إسرائيل بأن يكون الرد مختصر وبسيط واستطاعت ذلك واضح أنه قدرة الإدارة الأمريكية وضغطها أعلى من ضغط الداخل الإسرائيلي المقصود من سموترش وبنكفير وبالتالي تستطيع النفاذ بهذه الصفقة إضافة إلى الضغط إذا جمع لضغط أهل الأسرة بعد قليل سنشاهد مظاهرات عارمة كما تتحدث زميلة إيمان وبالتالي بالضبط هذه مجموعة الضغطات والضغط المصري لماذا لا يابه نتلياهو لهذه الضغطات الموضوع وصل من ضغطات دولية إلى ضغطات من قبل الداخل الإسرائيلي في سببين أستاذي أول شيء أمريكا تستخدم أسلوب الجزرة وليس العصال غليظة طالما أنها ترسل له السلاح وترسل له المال والتمويل أكثر من 26 مليار دولار وبالتالي هي تنفس نفسها الضغط لو تجمع ضغطها الإدارة الأمريكية مع الضغط الداخل الإسرائيلي مع المعارضة الإسرائيلية سينفذ ذلك على نتلياهو ولكن للأسف ضغط الولايات المتحدة هي بذاتها تنفس هذا الضغط حينما تقول على حماس التغضاء للاتفاق ولكن من ناحية الأخرى هناك تصريحات وأنا هنا أنقل ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب في زيارته الخيرة إلى تل أبيب والذي تحدث عن ضرورة أن تتم هذه الصفقة وعلى إسرائيل أن تعقد هذه الصفقة وتوافق عليها والأكثر قال والضغط أكثر كان ليس على إسرائيل على حماس نفسها كان الضغط علوم حماس ويقول عليها أن توافق وهذه فرصة ذهبية ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ومن حقها أن تجتاح رفح إذا وفرت مصارات إنسانية هذا تفريغ للضغط أستاذي الكريم لا ننسى أن بلينكين هو نفسه أول يوم بعد 7 أكتوبر قال عن حاله أنه صهيوني انحياز تام للإدارة الأمريكية ولاحظ أستاذ صلاح أنهم يقمع الجامعات أكثر من 1700 مواطقل يريد أن ينفسوا حتى ثورة الجامعات التي هي ثورة مهمة وأحد معايير الضغط لا ننسى ثورة الجامعات وقت الحرب على فيتنام أو قفة الحرب وممكن هذه الثورة حينما تنتقل إلى أوروبا تباعا تؤدي إلى ضغط على من وقع على فتورة الدم لاحظ الضغط الآن في ألمانيا في فرنسا في كندا في بريطانيا في الولايات المتحدة ليس اعتباطيا هذه الدول هم الذين وقعوا فتورة الدم بعد 7 أكتوبر وانحازل إسرائيل حتى في الرد على موضوع إيران إذن ها هي الفكرة أستاذ الكريم هذه الضغطات تؤدي إما للإطاحة بهذه الحكومات ومنها حكومة نتنياهو أو التجاوب مع ثورة الجامعات الآن الولايات المتحدة تتلمس هذا الضغط ولكن إسرائيل ما زال نتنياهو يريد أن يحتفظ بوجوده بالسلطة على حساب كل هذه الضغطات وليام بيرنس ما الذي يفعله في القاهرة سيد أحمد طبعا هو يضغط بهذا الاتجاه ولكن واضح أستاذ الكريم أن الضغط على الجانب المصري والقطري والفلسطيني أكثر من الضغط على إسرائيل الانحياز واضح الإدارة الأمريكية هندست الصفقة هي وفرنسا وأرادت أن تسوقها لتخرج إسرائيل منتصرة قدر الإمكان ولكن حماس والمقاومة وضعت شروطها وبالتالي نتنياهو لم يستطع أن يبتلع هذه الصفقة ولغاية هذه اللحظة لا يستطع أن يبتلعها لأن اليمين المتطرف معارض لهذه الصفقة وستطيح بحكومته هذه هي المشكلة أستاذ الكريم وأيضا في مشكلة تانية عندنا أستاذ صلاح هي المعارضة الإسرائيلية المعارضة بدأت تخسر يعني جانس وصل لأربعين مقعد في الاستطلاعات الرأي الآن وصل لأتنين وعشرين مقعد نتيجة موقف غير الحازمة لا ينسح من حكومة الحرب رغم طالبة لبيد وأهل الأسرة من انسحابه ولكن لا ينسح يعطي أكسجين لنيتنياهو ويبقى بالحكومة بذكرك للحالة السياسية الإسرائيلية سيد أحمد أريد هنا أن أستفسر حول إذا ما تمت هذه الصفقة ونتنياهو وافق عليها وبالفعل دخلت هذه الصفقة حيزة تنفيذ برأيكم هل سوف يتم تنفيذ ما هدد به نتنياهو في أصابق من قبل اسموتريتش وبن كفير بحل الحكومة أكيد أستاذ الكريم صحيح سيتم حل الحكومة ولكن حماس أبدأ المرونة لأن هناك رمانات مصرية وطبعا حماس والمقاومة وكل فصائل المقاومة وكل الشعب الفلسطيني يسك في مصر ودورها أكثر من مرة قبل ذلك كان وساطة المصرية بوقف إطلاق النار بعدة معارك على قطاعها وفي موضوع صفقة جلعة شليد صحيح أن الإسرائيلي لم يلتزم أعتقل البعض من القدس وما زالوا في السجل من محررين صفقة شليد وأيضا يضعوا الإسرائيلي العقد في موضوع مروان البرغوتي لأهمية خروجه للساحة على الدور السياسي هو والقائد أحمد سعدات وعبدالله البرغوتي وغيرهم من القيادات السياسية للفصائل جميعها الفكرة أن إسرائيل ما زالت تضع العصي في الدواليب أستاذ الكريم ولكن الإسرائيلي لن ينفذ كل شيء الخوف هو تبديد الهدنة بعد هذه الصفقة واشتي أحرفها هذا الموضوع المقاومة نعم عظيم تثبت نعم استسر سيد أحمد فقط لضيق الوقت في سؤال أخير فضل هل نحن نقترب أم نبتعد وفقا للمطايع أنا من زمان كنت متفائل ومقترب ولكن بالشرط نحن نقترب إذا تعظمت الضغوطات الأمريكية على إسرائيل وإذا تعظمت التظاهرات الداخلية وإذا تعظمت ضغط المعارضة كل مجموعة ضغط هذا سيؤدي إلى صفقة أصلاح بينما إذا الولايات المتحدة لم تكن جدية وتلعب على الحابل والنابل هنا المشكلة أستاذ الصلاح ولكن أنا أرجع من نسبة 60% أن الصفقة ستنفذ ترجمة نانسي قنقر